النهاردة هنتكلم في الفقرة عن أصول إذا استطعنا أن نسميها أصول التعامل المادي داخل الأسرة المصرية أو داخل الأسرة عموماً ما بين الزوج والزوجة هناك من الأسر من يقول أن المصلحة واحد والجيب واحد وهناك أسر تتمسك بمسألة الذمة المالية المنفصلة وتحديداً بنتكلم عن الزوجة أسمحوا لي في بداية الفقرة أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأسرة الشريف منورنا يا دكتور ومشرفنا دايماً وكل سنة حضاك طيب بارك الله فيك أستاذ يوسف حبدين ربنا يبارك فيك والتحية للمتابعين الكرام من رجال ونساء حبينا نبدأ السنة الجديدة كده بنتكلم عن مسألة الزمة المالية ما بين الزوجين الزوج مسؤول عن النفقة على أسرته الزمة المالية للزوجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله القائل النساء شقائق الرجال ورضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين والمصلحين في كل زمان ومكان آمين أولا فيما يتعلق بفقه المعاملات المالية لقدره ومقداره ولخطره ولأثره قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة الدين معروف في الأحكام العملية عبادات ومعاملات العبادات بينك وبين الله عز وجل وتفتقر إلى النية والنية أمر وجدان باطن لا يطلع عليه إلا الله ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوم أما فقه المعاملات فيبنى على الإيجاب والقبول يعني على تمام الرضا وفيما يتعلق بالاختصاصات المالية في المحيط الأسري إذا أتينا إلى الزوجة أو نقول إلى المرأة بوجه عام إما أنها زوجة وإما أنها الأم وإما أنها البنت وإما أنها الأخت وإما أنها العم أو الخالة ده صلة الأرحام بوجه عام هذا الطرح وأحييك عليه لأنه طرح دقيق عميق أولا بالنسبة للزوجة سبق الإسلام ولا يزال جميع الدساتير سواء كانت في الماضي أو الحاضر بأن الزوجة لها زمة مالية مستقلة يعني حضرتك امرأة أو متزوجة زوجة لا حساب بنكي هل يحق للزوجة أن يطلع عليه؟ لا إطلاقا طيب لها أموال اكتسبتها ونمتها واستثمرتها هل له أن يحجر عليها؟ طبعا لا لأنه لما نقتل فقه الحجر في الإسلام اللي هو المنع من التصرف بحكم القاضي هذا بيكون للعتة للجنون لفقدان الأهلية لعدم الرشد وليس من ضمن الحجر الأنوسة إطلاق قد تبالك فالزوجة هنا لها زمةها المالية المستقلة حتى أن الفقاء فرعوا قالوا طيب يعني نفرض أن لها يعني كسب إذا كان الكسب بعيد عن الزوج هو لا يتدخل كالمرأة العاملة الآن أو المرأة الموظفة الأصل ألا يكبرها زوجها على الإنفاق على البيت ليه؟ لأنه لما ناتفق الحقوق المترتبة على عقد الزواج حقوق الزوجة أنه ينفق عليها لكن ليست تنفق هي يعني الزوج هو الذي إيه؟ هو الذي ينفق عليها لينفق زوج ساعة من ساعة هنا الأمر إنما للأزواج وليس للزوجات أما أنها يعني تساعد في مصارف البيت ده تفضل يأتي من باب الاتفاق لا لا خدنا بالفضل أحسن لأنه ممكن يبقى قد يكون هناك اتفاق فيه مضرة أو فيه إجبار وبعض الناس يستخدمون هذا خطأ لا أنا أكررها المرأة ليست مسؤولة على الإنفاق على الوسائل المعشية في بيت زوجها أما إذا فعلت فهذا من باب الفضل ويباح لها أن تتصدق إن كان زوجها فقيرا والأصل في ذلك ما رويا أن يعني زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما استأذنت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا زينب بالباب قال أي الزيانب يعني هل هي زينب بنت محمد مثلا قالوا زينب زوج عبد الله بن مسعود فأزن لها فدخلت وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله يزعم أنه أولى بصدقة مالي قال نعم ولك أجر وصلة يهين تتصدق على زوجها الفقير أما أن الزوج يأخذ منها إجبارا أو قهرا أو إعناتا هذا لا أصل له في الشرع الإسلامي هتيجي الأستاذ يسف عبدين يقول لي طيب في بعض الأعراف أو بعض الأماكن هنا هنرد إلى قواعد الفقه وإلى أدلة الشرع ما تأخذ بالعرف إن لم يصادم نصا شرعيا مرة ثانية ما تأخذ بالعرف أو بالعادة أصدح حضرتك العرف اللي هو أن الزوجة مالهاش زمة مالية منفاصلة نعم أصدح حضرتك بالعرف هنا العرف اللي هو بيقتضي أن الزوجة مالهاش زمة مالية منفاصلة أو في بعض الأماكن يعني نفرض أن في بلد يعني إسلامية غير عربية نفرض أن العرف عندهم أن الزوجة تنفق على منزل الزوجين هذا يصادم القرآن الكريم لينفغ زو ساعة من ساعتهم نأتي إلى ربنا يبرك فيك طيب البنت البنت إلى ما دون سن الرجل وسبحان الله الأنسى ترشد قبل الزكر يعني الأنسى يقدر ثمانية عشر عاماً والذكر واحد وعشرين سنة يعني الثلاث سنين فرق هي اللي كانت سبقها هو فيه أنه مكلف وهي كانت تحيض وتنقطع عن الصلاة فسبحان الله في العدالة الإلهية يعني جعل أن الأنسى ترشد قبل الزكر بثلاث أعوام فهنا إذا كانت هي لم ترشد يبقى نعم يحجر عليها لمصلحتها فإن بلغت سواء الأب عايش أو ميت وهي عليها يعني قيم أو وصي يبقى نرجع للآية في صورة النساء فإن أنستم منهم رجداً فيبقى هنا ادفعوا إليهم أموالهم جميل نعم الزمة المالية للزوجة منفصلة تماماً ولا تدخل فيها الزوج صرف النظر طيب هي اكتسبت مالها منين لا شوف يعني لو هي اكتسبت جزء من مالها من الزوج هنا بنقولي بقى حضرتك إذا كانت في شراكة ما بين الزوج والزوج وده المعني بحق الكد والسعاية لأن حق الكد والسعاية فهم خطأ ويروج له خطأ حق الكد والسعاية في حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن هذه المرأة كانت وزوجها عندهم ما نمكن أن نسميه الآن ورش التطريز وحياكة وخياطة فكانت هي تقوم بالتطريز وكان هو يقوم بالخياطة أو الحياكة فلما ماتت هذه المرأة جاء ورستها إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه وطالبوا بمستحقاتها لدى الزوج طبعا هنا بعيد تماما عن الحياة الأسرية بعيد تماما عن أعباء الزوجة في داخل المنزل إنما حضرتك بعض الدول العربية في المغرب العربي الكبير خلينا نعمل كده وبعض الذين يريدون نقل لنا النموذج الغربي المادي الذي لا ترحم فيه إلى الأسرة المسلمة ويقولوا حق الكد والسعاين هي نظير أنها تعد طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء أو الغسيل هذا أمر مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا لأن الأسرة تبنى على التراحم طيب المسألة دي ممكن تعمل حساسية شوية مولانا في مسألة التعاون ما بين الزوج والزوج يعني الزوج إذا سمع من زوجته أنا زمية الماليئة منفصلة ربما تحدث بعض الحساسية طيب هو زمة الماليئة منفصلة نعم هو بينفق نعم هو بينفق لأنه واجب عليه تمام نفرض فوق الإنفاق ليس مطالبا أن يطلع زوجته وعلى دقائق حياته إلا إذا كان الأثنان يعني الزوج والزوجة يعني يتمتعان بالشفافية مرحبا ومرحبا ومرحبا بالشفافية على الأقل حفظ المال للأولاد يعني ممكن آه إنسان عنده يعني ديون وعليه ديون وعليه تجارة وعليه مفروضة هذه الأشياء الأسرة بتكون يعني من باب حفظ الحقوق آه مش من باب التدخل آه بحيث أنه يعني إذا جاء الأجل المحتوم يبقى الأسرة على علم إن هذا الرجل له أموال عند الآخرين أو أن الآخرين لهم أموال عنده تمام ده ضروري هذا يكون إنما يبقى الأصل أن كل من الزوج الرشيد والزوج الرشيدة الزم المالية مستقلة ولا يحق لأحدهما أن يكبر الآخر على معرفة أمواله أو سروته أو إلا إذا حصل هناك تراضي نعم إلا إذا حدث تراضي وليس اتفاق حتى لا يصبح هناك يعني أو نأذر سيد يوسف نقول إذا وجدت مصلحة والمصلحة دي أحد الأدلة الشرعية وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله إذا وجدت مصلحة